وإلى الشأن التركي أفادت الشرطة عن اعتقال 20 شخصا يشتبه بانتمائهم لتنظيم الدولة الإسلامية في منتجع أنطاليا قبيل أيام من قمة مجموعة العشرين التي ستعقد في تركيا الشهر الجاري وذكرت وكالة الأنضول أن قوات الأمن أوقفت في مطار أتا ترك الدولي بإسطنبول 41 مسافرا قادمين من المغرب يعتقد أنهم كانوا في طريقهم إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية